بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم في درجة جديد من دروس برنامج جاسب درسنا رقم 17 مع كلاسترينج التحليل العنقودي عبر المثال الشهير ظهرات السوسن المثال ده الحقيقة اي حد الدرس ماشين لرنينج عد عليه يعني المثال ده من اشهر التمارين المطبق عليها في جميع الجامعات عربية اجنبية بجميع اللغات يعني متطبق عليه لانه يعني مثال قديم جدا وعملوا الاحصائي البيولوجي جمع الديتا المية وخمسين زهرة واقتصر على ثلاث زهرات من زهرات الزهار السوسن وابتدى يشوف الكلاسترينج هل هيصنفهم خد خمسين 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 يعني خد خمسين زهرة سيتوسا وخمسين زهرة فيرجينيكا وخمسين زهرة اسمها فيرزيس كالر وابتدى يشوف لما يدخل الكلام ده على الماشين لرنينج وعلى الكي مينز مسبقا عارف ان هم تلاتة ويحط له فكس النامبر للكلاستر تلاتة ويشوف هل هو فعلا هيصنف الفرجينيكا النحو فيرجينيكا والسيتوسا هيوديها العنقود بتاع السيتوسا ولا هيعمل ايه فالمثال ده طبعا مشهور جدا 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 من هنا بننزل الى ماشين لرنينج الكلاسترينج هنلاقي الطريقة بتاعت نيبرهود بيز الضمن النيبرهود هو الكي مينز لانها هي كلها قائمة على اقرب جار وبيئيس المسافة ما بين المفردة وما بين السنتر بتاع اقرب عنقود لها في الصفات المتشبهة طبعا المثال ده يا جماعة مشروح بالكامل في الموقع بتاعهم اهو اه على موقع الشاسب مشروح بالكامل حتى بالفيديو كمان الاودود بتاعته مشروحة بالكامل عشان كده الدرس ده هيكون اخر درس عندنا في السلسلة دي لانه الحقيقة احنا الكلام ده احنا عملناه بالتفصيل ممل في برنامج اس بي اس اس وعلى داتا من بره يعني كانت الداتا حتى بتبقى ساعتها تكون مألفة ارقام لكن البرنامج دوت بالامثلة جواه التحليل جواه الاودود جواه حتى انت لو خدت copy paste كده ومش عارف انجليزي وروح تترجمته هتفهم قراءة الجداوي فاحنا هناخد المثال ده سريعا كده هو موجود بالكامل اهو داخل البرنامج فهناخده من داخل البرنامج وهنشرحه ونشوف الايه التحليل ده ازاي بتعمل هو عبارة عن ايه التحليل ده عبارة عن زي ما قلت لكم العالم دوت اخد التلات ازهار من ازهار السوسن اللي هي اسمها زهرة السيتوسا دي اصغرهم تبقى حجمها صغير حجم البتلات بتاعتها والسبلات بتاعتها صغير وزهرة اللي هي first color المبرقشة او متنوعة الالوان والزهرة الافتراضية اللي هي virginica التلات زهرات دي شكلهم هنا هون متوضح لنا كل زهرة من دول بيكون لها الورقة المدلدلة اللي نازلة كده من الكاس دي السبلة والوقفة دي الجميلة اللي بيكون فيها الرحيق وبتجذب الحشرات والنحل والكلام ده دي اسمها البتلة فالسبلات والبتلات لها اطوال ولها اعراض الطول من تحت الفوق والعرض من اليمين للشمال فهو جمع الداتا بتاعته جمع كده اطوال السبلات واطوال البتلات والعرض بتاع السبلات والعرض بتاع البتلات لكل نوع من انواع الازهار التلاتة اللي جمعهم وطبعا لانه هو مسبقا عارف نوم جمعهم من تلات انواع فهنحط احنا طبعا fixed تلاتة كلاستر هنحط تلاتة عنقيد بطريقة الكي مين كلاستر وخدناها دي قبل كده في الاس بي اس اس فبنحط ايه زي ما انت شايفين كده بنحط السمات الاربعة اللي على اساسها هيبدأ تصنيف العناقيد وتصنيف الازهار تبعا لكل عنقود يعني تشتبه معاه في الايه في الصفات وفي السمات فبيحط الاربعة هنا وتحت بيختار الحاجات اللي اللي هنختارها مثلا رسمة الكثافة انواع مخطط كثافة العناقيد ومخطط الديستروبيوشن وهنا بقى الكلاستر انفورميشن دي مهمة زي ما هنشوفها مع بعض بالنعمل طبعا fixed انها تلاتة كلا تلات عنقيد على طول بتطلع للاوتبوت بالمنظر ده زي ما هنشايفين كده بيطلع الاوتبوت هنا الجدول الاول اللي هو الكيمين كلاستر الجدول التاني اللي هو الكلاستر انفورميشن شوية بقى خصائص وتفرقة بين الحاجات والرسمة بتاعت الديستروبيوشن والرسمة الاخيرة بتاعت الكثافة كثافة العناقيد طيب نقرأ بقى مع بعض كده الجدول الاول الجدول الاول هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن طبعا الاداة دي لناس كتير بيسألوني ايه الاداة اللي انت بتستخدمها بالرسمة على الشاشة هي الاداة بتاعتنا اسمها هقفلكوا عليها عشان شوفوها اهي اسمها point to fix استعرضتها معاكوا قبل كده كتير point to fix فهنخطط بيها كده نشوف الجدول الاولاني بتاعنا ده طبعا الجدول الاولاني بنقول ان انا اخترت وحددت ثلاثة عناقيد عدد الازهار كلها مية وخمسين الرس كوير دي اللي هي ايه؟ معامل التحديد معامل التحديد ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن نسبة التباين المفسرة يعني النموذج التصنيفي ده قادر على تفسير 76.7% من التباين الحاصل ودي الاكاك معيار الاكاك وده معيار base طبعا المعايير دي كل ما كانت قيمتها قليلة كل ما كان لها الافضلية طبعا هو في الويب في المثال الشرحه في الويب بتاعهم اللي انا استعرضته من شوية عمل مرة كلاستر ثلاثة وعمل كلاستر خمسة وعمل كلاستر سبعة وابتدى يقارن مين الاقل في المعايير دي كل ما كانت الاكاك دي قليلة او البيز كاريترية الاقل كان الموذل بيكون افضل والمؤشر الاخير دوت اللي هو مؤشر التماسك او الانفصال مدى انفصال كل عنقود عن العنقود الاخر كل ما كان القيمة دي قريبة من الواحد او كبيرة كل ما دل على ان العنقود ماسك نفسه يعني العنقود ماسك نفسه يعني متماسك يعني منفصل عن العناقيد الاخرى يعني متميز بصفات فريدة عن العناقيد الاخرى ده بالنسبة لقراءة الجدول الأول طيب الجدول الثاني اللي هو الكلستر انفورميشن طبعا احنا قلنا انه طريقة اصلا الكي مينز دي اتمنى تروح تشوف الدرس بتاع الاس بي اس اس شرحنا بالتفصيل ايه هي خوارزمية تطبيق طريقة كي متوسط اللي هي عدد من العناقيد محددة مسبقا هي الطريقة قائمة على انه بيعمل منيمايزيشن لمجموع المربعات داخل المجموعات اصغر ما يمكن بحيث انه يقيس المسافة اللي بين المركز مجموعة العناقيد يحسب المسافة بينها وبين كل مفردة وبين كل زهرة وبين كل كيس في الداتا بتاعتين كل مكان اقرب الى المركز كل مكان هو هيدخل في العنقود ده فدي الفكرة القائمة بتاعة الكي مينز وطبعا بيكرر الخطوة دي الى ان يغطي كل المفردات او كل الان السامبل سايز بتاعتي ويبدأ يصنف كل مفردة الى العنقود الاقرب لها واللي بتكون المسافة بينه اقل ما يمكن فدي الفكرة بتاعة الكي مينز فالجذول ده بقى بيبين القراءات دي الكلاستر الانفورميشن بيقول لي هو انا عندي تلات عنقيد هزي هي التلات عنقيد طيب هو حطي لي ابتدى هو التصنيف بتاعه صنف ايه صنف انه في العنقود الاول حط خمسين زهرة في العنقود التاني حط اكتر بتاتة وخمسين زهرة في العنقود التالت حط سبعة واربعين زهرة طبعا هما كانوا في الاساس كام كانوا خمسين 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 يعني في خطأ اكيد في خطأ بس قليل عشان كده الجودة عالية السطر اللي بعد كده خلينا نبروزه هذا هو ده 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 اللي هو عبارة عن ايه عبارة عن نسبة التباين داخل المجموعة القيمة دي تشير الى ايه الى مقدار التباين اللي داخل كل عنقود وكل ما كانت القيمة عالية تشير الى ان العنقود متجانس الى حد كبير فلو شفنا هنا العنقود الاول هو اعلى قيمة في التجانس العنقود التالت عفوا اعلى قيمة في التجانس 342 يليه العنقود الاول اخر واحد العنقود الصغير ده اللي هو التجانس بتاعه منخفض العنقود التاني طيب السطر اللي بعد كده اللي هو ويزن سام سكوير ده الويزن سام سكوير ده هو تحت برضو مكتوب هنا total sum square ومكتوب between sum square لاحظوا الأرقام دي طيب المجموع مربعات الانحراف داخل المجموعة زي اللي كنت تطلع في الأنوفا كده مجموع مربعات الانحرافات داخل المجموعة معروفة الانحرافات تمثل إيه بعد النقطة عن المتوسط وكل ما كانت النقطة بعيدة ومتشتتة عن المتوسط كل ما كان الانحراف كبير وبالتالي مربع الانحراف كبير فهذا هو مفهوم الإيه الويزن sum squares ال between sum squares ده 457 ده لما نقسمه على total sum square يعني لما نقسم الرقم ده 457 على ال 596 يديني قيمة ال R square يبقى لما أقسم القيمة دي نكتبها كده الرقم ده اللي هو 457.11 لما أقسمه على total sum of squares اللي هو طلع 596 هذا يطلع لي على طول ال R square هذا هو ال R square اللي احنا من شوية كنا بنتكلم عليه وقلنا أنه مرتفع هذا هو فالأرقام دي بقى هنا هنبدأ بقى ندخل في مقياس تاني اللي هو مقياس التجانس ده ده المقياس ده سلويت سكور المقياس ده بقى برضو بيدل على بيقولوا عليه الظل يعني مؤشر الظل المؤشر ده بيقيس مدى انتماء الزهرة إلى العنقود اللي دخلت فيه كل ما كانت القيمة بتاعت المؤشر ده عالية كل ما دل على التجانس يعني هنا لو تلاحظوا فين أعلى قيمة أعلى قيمة تجانس اللي هي العنقود الأول اللي يلي العنقود التاني أصغر قيمة تجانس هي العنقود التالت تمام؟ طيب بعد كده المقاييس دي بقى هيبدأ يقيس مركز المجموعة مركز مجموعة بالنسبة لطول السبلات وعرض السبلات ومركز المجموعة لطول البتلات وعرض البتلات الأرقام دي القياسات الإحصائية دي مختلفة لو لاحظتوا أرقام متنوعة كل ما كانت الأرقام دي مختلفة ومتنوعة كل ما دل على أن المجموعات التلاتة مجموعات مختلفة وما فيش تشابه كبير بينهم يعني فعلا التصنيفات والعنقود التلاتة كل عنقود منفصل عن العنقود التاني ومتميز عن العنقود التاني بصفات فريدة فده التنوع اللي في الأرقام دي يشير إلى هذا التنوع اللي في العنقود طيب ننزل بعد كده خلصنا الكلاستر نروح للرسمة بتاعة تي اس ان اي كلاستر بلوت هي طبعا اختصار تي ديستربيت استاتيستيك نيبر امبادنج أو بالعربي بيقولوها خوارزمية تضمين الجار العشوائي الموزع خوارزمية تضمين الجار أو الجوار العشوائي الموزع تي ديستربيت استاتيستيك نيبر الراسمة دي الخوارزمية الجميلة دي اللي طلعة بالشكل الجميل ده دي طبعا بالماشين لارننج يعني هي اكتشف قدرة الماشين لارننج تكتشف الأنماط الخفية والهياكل الخفية بالخوارزميات طبعا ومن خلال الأنماط الخفية اللي داخل البيانات أو داخل الداتا سيت والهياكل الخفية تم توزيع العناصر بتاعتنا والسامبل سايز كلها على الثلاث عنقيد اللي انتوا شايفينهم دون زي ما انتوا شايفين كده طبعا فيه عنقود كده متميز متفرد وبعيد عن العنقيد التاني وفيه عنقودين قريبين من بعض وقريبين يعني بتداخل كمان فالعنقود التاني ده متداخل مع العنقود التالت وقريب منه بينما العنقود التالي الأول ده منفرد وبعيد بمسافة فاصلة كبيرة فالمخطط ده طبعا مخطط مرئي جميل جدا بيساعد على فهم عملية الكلاسترينج بيوضح مدى الفصل الواضح بين العناقيد بيوضح كمان نجاح عملية التجميع والتصنيف والخصائص المتميزة لكل عنقود على حدة اللي نتخليها متبعدة أو تخليها متقربة إن تفصلها عن بعض أو تقربها من بعض فطبعا عرض مرئي جميل جدا جدا وبيتحط طبعا في في أي بيبر أو في أي بحس طبعا هو يعني توزيع مرئي للبيانات وإن كنا ما نقدرش برضو نفسره بالأرقام وبالنسب لأنه هو جاي من إيه ناتج من إيه ناتج من خوارزمية معقدة جدا يعني خوارزمية بالماشين لارني بقالة التعلم فإحنا بس بنستدل بشكل الجمالي ده وبنقدر نتكلم عن العنقود الأكثر تميزا والعنقيد القريبة من بعد طبعا العنقود الأكثر تميزا يا جماعة اللي هو إيه اللي هو زهرة السيتوسة لأن هي البتلات بتاعتها أصغر والسبلات بتاعتها أصغر بينما زهرة الزهرة الثانية والثالثة هم قريبين جدا من بعض وأطولهم وأشكالهم وألوانهم قريبة من بعض الطول والعرض بتاعهم للسبلات والبتلات برضو قريبين من بعض فعشان كده حتى هم في عملية الكلاسترينج جايين قريب من بعض فده بالنسبة للرسمة بتاعت طيب ننزل بعد كده للرسمة اللي هي اللي هي مخطط كثافة العنقيد هذا هو مخطط كثافة العنقيد هنا على المحور الأفقي أنا عندي السمات الأربعة الأساسية اللي تم بناء عليها تصنيف الزهرة وإدخالها في عنقود من العنقيد الثالثة وهنا الكلاستر العنقود الأول الثاني الثاني الرسمة دي أستشفي منها إيه؟ أستشفي منها أنه أول معلومة أطلع من رسمة الكثافة دي أنه كل ما كان العنقود له رسمة كثافة مختلفة كل ما كانت أنه فعلا العنقود ده يتميز بصفات متميزة يعني شوفوا ده مدبب إزاي وطويل شوفوا العنقود اللي أخضر برضو هرمي شوية لكن العنقود اللي أزرق منبطح شوية على الأرض فشكل الكثافة شكل التوزيع الكثافي مختلف فكل هنا برضو ده بالنسبة طبعا للعرض بتاع البتلة هنا بالنسبة لطول البتلة برضو الشكل الكثافي هنا شوية قريبين من بعض لكن ده برضو متميز هنا بالنسبة لعرض السبلات هنا بقى كلهم كده يعني فيه تفارتح جامد على الخط الأفقي وأيضا هنا برضو في طول السبلات ولو إن العنقود الأول بقى مدبب شوية فالشاهد من هنا فيه تداخل إيه التداخل ده بقى؟ التداخل هنا معناه إيه؟ إيه الرسمة دي بتدول عليه؟ معناه إنه تابعا لطول مثلا هنا مثلا طول البتلة إنه تابعا لطول البتلة أنا هلاقي تداخل بين الكلاستر طول كلاستر سري ومش هقدر أحكم على الزهرة هي ضمن العنقود الثاني ولا حطها في العنقود الثالث هبقى محتارة شوية لكن هنا لأ مش هبقى محتارة مجرد معرف اللنس بتاع البتلة خلاص أنا هحطها هنا وأنا متطمن هنا برضو بس المسافة أقرب شوية لكن هنا المسافة بعيدة هنا لا هنا فيه تداخل وهنا تداخل وهنا تداخل تداخل بين الثلاثة أنواع أيضا هنا الثلاثة متدخلين فتبعا للعرض بتاع السبلات أو طول السبلات فيه تداخل لكن تبعا لعرض البتلات وطول البتلات العنقود الأول يعني بقدر أفصله بتميزه بنجاح عن العنقيد الأخرى متميز جدا في شكله وفي كثفته وأقدر حكم على الزهرة إنها تابعا للعنقود ده وزي ما قلتلكم طبعا إن الزهرة بتاعة اللي هي السيتوسة دي هي أصغرهم في حجم البتلات وفي حجم السبلات عشان كده الخوارزمية اكتشفت الموضوع ده طبعا المقاييس يعني تابعا للأرقام المتوسطات يعني تعالوا نشوف مثلا كده إحنا وطلعناش المتوسطات تعالوا نشوف المتوسطات لو إحنا رحنا كده للستاتيستيكس وطلعنا المتوسطات خلونا نطلع المتوسطات متوسطات بتاعة الأربع سمات بس تابعا لإيه تابعا للزهرة طبعا ده مش توقع ده يعني دي الـ الأساسية بتاعته شوفوا معي هنا زي ما نشايفين كده ديت الايه السيتوسة السيتوسة هنا ده بالنسبة لل الطول بتاع السابلات وده العرض بتاع السابلات وده البتلات طيب تعالوا نشوف كده نخطط نشوف الايه زهرة السيتوسة فين السيتوسة هاي دي هنا وهنا 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 طيب هنا نشوف المتوسط بتاعها المتوسط بتاعها بالنسبة للطول السابلة بتاعتها خمسة بوينت سفر مقابل خمسة بوينت تسعة يعني ستة ومقابل ستة ونص لاحظتوا شوفوا الفرق يعني ادي الطول السابلات بتاع الازهار دي الازهار اللي من نوع سيتوسة دي الطول بتاع السابلات بتاعتها اللي هي الورقة المتدلدلة اللي هي طالعة من الكأس اللي متدلية لتحت حتى بيسموها فول وصيارة طولها خمسة بينما التنين طبعا الطول قريب او من بعد ستة ونص وهنا ستة يعني قريبين من بعد طيب العرض العرض هنا تاتا بوينت اربعة العرض عريضة تاتا بوينت اربعة اما العرض بتاع الزهرتين التانين اقل فشوفوا الفرق اتنين بوينت سبعة واثنين بوينت تسعة برضو السبعة والتسعة تقريبا قريبين جدا من بعد شوفوا التشابه هنا بين الزهرتين شوفوا هنا التشابه في الطول وفي العرض نفس الكلام هنا في البتلات البتلة هنا صغيرة جدا واحد ونص تقريبا مقابل كام مقابل زهرة الفيرس كالر أربعة واثنين من عشرة واربعة واثنين من عشرة لو هنشوفها بعدها واربها من الفيرجينيكا هنلاقيها قريبة خمسة ونص يعني المسافة مش كبيرة نفس الكلام في العرض بتاع البتلة العرض بتاع البتلة هنا المتوسط بتاعها كام اتنين اتنين من عشرة مقابل كام مقابل هنا بقى إيه شوية قريبة من زهرة السوسن الافتراضية اللي مختلفة بس اللي هي بتاعة الالوان هي اللي قليلة لكن هنا لا لا أنا أسفة عفوا الاتنين من عشرة مشو أخدا بالله انا بحسبها اتنين اتنين من عشرة وليس اتنين اتنين من عشرة عن صغيرة جدا 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 تمتخيلين قد ايه الرقم صغير يعني ما فيش مقارنة صغيرة جدا عن الواحد وثلاثة وطبعا الاتنين أقرب ما يكون للواحد وثلاثة من الاتنين من عشرة فواضح جدا جدا يعني انه الزهرة اللي هي السيتوسة دي منفردة بمقايصها الصغيرة سواء كان في طول البتلات أو في عرض البتلات أو سواء في طول وعرض السبلات بتاعتها فعلى أساس ده طبعاً الخوارزميات هي شغالة بالمتوسطات وبالتوزيعات الاحتمالية فطبعاً بتكون قريبة من الداتة الفعلية فعلى أساس ده كانت العنقود الأكثر تماسكاً والأكثر انفصالاً هو العنقود اللي فيه زهرة السيتوسة بينما العنقود الثاني والثالث اللي تحط فيه زهرة الفيرس كالر والفيرجينيكا كانوا قريبين من بعض لأنه زي ما نشايفين الاختلافات بينهم برضو اختلافات مش كبيرة وقريبة من بعض كده احنا نكون شوفنا مع بعض النهاردة درس الكلاسترينج التحليل العنقودي بطريقة الكيمينز عبر أشهر مثال في أمثلة تعلم الآلة اللي هو مثال زهرة السوسن تصنيف أزهار السوسن الثالثة والمثال ده طبعاً شهير جداً جداً وان شاء الله ناخده في الار في السلسلة القادمة خلاص كده أنا هنهي الجاسب ان شاء الله مش هيكون فيه دروس تاني جاسب أتمنى تكونوا استفدتوا بالسلسلة دي وزي ما قلتلكم البرنامج سهل وبسيط جوا أمثلة محلولة الويب شرح الأمثلة يعني ما فيه أي صعوبات في البرنامج بالإضافة إلى أن الكلام ده كله مشروح في الاس بي اس اس فنفس الدروس دي كلها بس على داتا تانية مشروحة في سلسلة الاس بي اس اس اللي هي أكتر من 150 درس أتمنى تكونوا استفدتوا من سلسلة الجاسب ونلتق إن شاء الله في سلاسل قادمة والحقوق الفكري محفوظة القناة التعليمية والسلسلة القادمة إن شاء الله هي آر شكراً لنستمعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة